قالت وسائل اعلام ايرانية ان تهران بدأت في تخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء ستين بالمئة في موقع فردون نووي باستخدام اجهزة الطرد المركزي اي ار ستة اشارت الى ان ايران ستبني ايضا مجموعة جديدة من اجهزة الطرد المركزي في الموقع يأتي ذلك ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتضمن الزامة تهران بزيادة التعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في اثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في غضون ذلك رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية معتبره مناهضا لايران هذا واضاف كنعاني ان طهران تتوقع من الوكالة تجنب موصفها بالاجراءات السياسية وسماح باستمرار التعاون حتى يتمكن الجانبان من تحقيق نتائج جيدة كما اشارت ايران مرارا وتكرارا فان سبب عدم انتهاء المفاوضات وعدم تمكن الاطراف المعنية من استئناف تنفيذ الاتفاق النووي هو بوضوح ان الولايات المتحدة تفتقر الى الارادة السياسية وترى ايران انه اذا كانت لديها ارادة سياسية فعندئذ سوف يستغرق الامر وقتا قصيرا جدا حتى تتوصل الاطراف الى اتفاق نهائي وتستأنف تنفيذ الصفقة ترجمة نانسي قنقر